مثال مبسط عن كيفية الترحيل من دفتر اليومي إلى دفتر الأستاذ ثم إجراء ترصيد للحسابات الواردة ضمن دفتر الأستاذ نفترض أنه في واحد واحد بدأت منشأة الأحمدي عملها التجارية برأس مال قدره 500 ألف ريال تم إدعوها بالبنك هذا الطرف المدين البنك ثم الطرف الدائم هو رأس المال في عشر واحد اشترت الشركة مباني بمبلغ 100 ألف بشيك بما يعني أنه يخص البنك المطلوب إثبات هذه العمليات في دفتر اليومية لمنشأة الأحمدي ثم ترحيل هذه القيود الخاصة بحساب البنك فقط إلى دفتر الأستاذ مع ترصيده في نهاية الشهر بالنسبة لكلا العمليتين في العملية الأولى سوف نجد أن البنك أصل حدثت به زيادة فيصبح هو الطرف المدين ولدينا رأس المال حدثت به أيضا زيادة لأنه حق ملكية فيصبح هو الطرف الدائم لدينا في العملية الثانية المباني أصل لأنه زيادة يصبح مدين والبنك أيضا أصل حدثت به نقص فيصبح دائم إذن إذا قمنا بإعداد دفتر اليومية نجد أن هذا هو تصطير دفتر اليومية مدين ودائن وبيان وتاريخ لإثبات العملية الأولى نقول من حساب البنك لأنه أخذ أو زادة بمبلغ 500 ألف ثم إلى حساب رأس المال أيضا مبلغ 500 ألف في الجانب الدائن إثبات إداع مبلغ بالبنك كرأس مال للمنشأة وذلك تم يوم واحد واحد لدينا في اليوم التالي من اشترينا مبنى يبقى من حساب المباني إلى حساب البنك من حساب المباني 100 ألف في الطرف المدين إلى حساب البنك 100 ألف في الطرف الدائن شراء مبنى بشيك شرح القيد تم ذلك يوم عشرة واحد وبذلك نكون قد انتهينا من عملية الإثبات في دفتر اليومي تأتي المرحلة الثانية وهي الترحيل أو النقل من اليومية إلى الأستاذ وسوف نركز هنا على العمليات التي تخص حساب البنك نقوم بتصدير حساب البنك في دفتر الأستاذ نكتب اسم الحساب في وسط السطر ثم نقوم بتقسيم الصفحة إلى جانبين الجانب الأيمن والجانب الأيصر الجانب الأيمن نكتب عليه كلمة منه والجانب الأيصر نكتب عليه كلمة له كلمة منه تعني أنه الجانب المدين وكلمة له تعني أنه يمثل الجانب الدائن ثم نقوم بتقسيم كل جانب إلى ثلاثة عمدة مبلغ وبيان وتاريخ مبلغ وبيان وتاريخ نأتي لعملية النقل من اليومية إلى الأستاذ إذا نظرنا إلى القيد الأول سوف نجد أن البنك موجود فعلا في القيد الأول ولكن هناك سؤال مهم في أي طرف يوجد البنك نلاحظ أنه موجود في الطرف المدين لأن قبل منه كلمة من يعني ذلك أننا سوف نتوجه إلى الجانب الأيمن المدين من الحساب إذا اللابد في الخطوة الأولى هو تحديد ناحية الترحيل ويتم ذلك اعتمادا على وجود الحساب داخل القيد فطالما أن الحساب في القيد مدين إذن الترحيل سوف يتم إلى الجانب المدين والعكس بالعكس خلاص إحنا كده حددنا أن إحنا هننقل البيانات إلى الجانب المدين يتبقى لنا ثلاثة أسئلة ما هو المبلغ ثم البيان ثم التاريخ المبلغ هو الموجود على نفس سطر الحساب وهو الخمسمائة ألف ينقل هذا المبلغ إلى عمود المبلغ خمسمائة ألف السؤال الثاني ما هو البيان؟ هو الطرف الآخر للقيد وهو إلى حساب رأس المال ينقل كما هو ثم أخيرا التاريخ اللي هو يوم واحد واحد ينقل إلى عمود التاريخ واحد واحد وكأننا الآن قد نقلنا العملية الأولى التي كان البنك فيها مدينة ونستطيع أن نقرأها كالآتي كان البنك مدينة وكان رأس المال هو الدائن وكان المبلغ عبارة عن خمسمائة ألف ذلك كان يوم واحد واحد إذا أتينا للقيد الثاني فسوف نجد أن البنك موجود في الطرف الدائن لأن قبل منه كلمة إله يعني ذلك أننا سوف ننقل البيانات هذه التي تخص هذه العملية أو هذا القيد إلى الطرف الدائن ثم بعد ذلك نحدد المبلغ نجد أن المبلغ الذي يوجد على نفس سطر الحساب هو مئة ألف ننقلها إلى خانة المبلغ بمئة ألف ثم نكتب الطرف الآخر للقيد وهو من حساب المباني في خانة البيان ثم أخيرا نكتب التاريخ وهو يوم عشرة واحد وبذلك نقول قد قمنا بنقل أو ترحيل كل القيود من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ والتي أثرت على حساب البنك سوف نلاحظ أن العملية الأولى كان البنك فيها مدينة وحيث أن البنك أصل وأن طبيعته مدين وعند زيادته يكون أيضا مدين نستطيع إذن أن نقول أن البنك حدثت به زيادة مقدرها خمسمائة ألف نتيجة العملية الأولى ونجد أنه حدث به نقص في الجانب الدائن نتيجة العملية الثانية مقداره مئة ألف يأتي السؤال الهام ما هو المبلغ المتبقي في البنك عقب كل هذه العمليات هذا ما يجيب عليه عملية الترصيد فعملية الترصيد تقوم بتجميع الجانبين سوف نجد أن الجانب الأيمن مجموعه خمسمائة ألف بينما أن الجانب الأيصر مجموعه مئة ألف إذن الرقم الأكبر منهما هو خمسمائة ألف نكتبه في الجانبين فوق منه خط وتحت منه خطين لأنه رقم لا يتم إجراء عمليات حسابية أخرى عليه يكتب أيضا في الجانب الدائن خمسمائة ألف في الجانب الدائن لكن الحقيقة أن الطرف المدين فعلا يساوي خمسمائة ألف إلا أن الطرف الدائن لا يساوي الخمسمائة ألف إذن هناك فرق بين مجموع الجانب المدين ومجموع الجانب الدائن ومقداره ربعمائة ألف وهذا ما نسميه بالرصيد ونأخذ حوله دائرة حتى يظهر لنا بمجرد النظر إلى الحساب نعرف مباشرة رصيده ونكتب بجواره كلمة الرصيد ويتم ذلك عادة في نهاية الفترة أو في أي تاريخ تطلبه الإدارة في نهاية الفترة نكون قد حددنا الموقف النهائي لحساب البنك ونحن الآن نستطيع القول أن البنك به الآن مبلغ ربعمائة ألف ريال وهو ما يسمى بالرصيد يتبقى لنا استفسار يعترى البنك رصيده مدين الآن ولا رصيده دائن لدينا هنا ملحوظة همى جدا تقول أن الرصيد يظهر في الجانب المخالف لطبيعته فهذا الرصيد بالرغم من أنه ظهر في الجانب الدائن إلا أن الرصيد يظهر في الجانب المخالف لطبيعته القاعدة تقول أن الرصيد يظهر في الجانب المخالف لطبيعته معنى ذلك أن الرصيد الذي يظهر في الجانب الدائن يعني أنه رصيد مدين والعكس بالعكس لدينا تأكيد آخر على ذلك وهو أن البنك أصل وكما سبق التأكيد والقول أن الأصول طبيعتها أنها مدينة فلابد أن يكون الرصيد الظاهر لها رصيدا مدينا وهذا الرصيد المدين يظهر في الجانب المخالف لطبيعته في نهاية المدة ولكن في بداية المدة التالية يجب إعادة الوضع إلى الوضع الطبيعي ففي بداية الفترة التالية وهو يوم 1-2 في بداية الفترة التالية نقوم بإعادة الوضع إلى الوضع الطبيعي فنقوم بنقل هذا المبلغ وهو 400 ألف إلى جانبه الطبيعي في الجانب المدين ثم نكتب جنبه أيضا الرصيد ولكننا نلاحظ أن الرصيد الأعلى هو رصيد في نهاية الفترة بينما أن الرصيد الجديد هو الرصيد بداية الفترة التالية وللتمييز بين كل الرصيدين نقول أن الرصيد في نهاية الفترة هو رصيد مرحل أما الرصيد في بداية الفترة التالية فنقول عليه أنه رصيد منقول إذن كلمة رصيد مرحل تعني أنه رصيد في نهاية الفترة وتعني أنه أيضا ظهر في الجانب المخالف لطبيعته بينما أن الرصيد المنقول يعني أنه منقول إلى جانبه الطبيعي في بداية الفترة الجديدة نلاحظ من خلال الترحيل إلى حساب البنك في دفتر الأستاذ الآتي فتح حساب مستقل سمي بحساب البنك ثم تم نقل حساب رأس المال الدائن المرتبط بالحساب المفتوح إلى الجانب المدين لأن الحساب البنكي كان مدينا في هذه العملية كذلك حساب المباني المرتبط أيضا بهذا الحساب تم نقله إلى الطرف الدائن لأن حساب البنكي كان دائنا الجانب الأكبر هو الجانب المدين ومجموعه مبلغ خمسين ألف